إذن من بغداد ينضم إلينا محمد فاضل مراسل الغد ضعنا محمد في المزيد مما يمكن أن نخلص به من هذا المؤتمر الصحفي نعم العنوان العريض لزيارة لودريان إلى بغداد هي تعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين وإيجاد ملامح جديدة لهذه العلاقات الملامح الجديدة لا تقتصر على جانب الأمني وعلى مشاركة القوات الفرنسية في التحالف الدولي بالحرب ضد داعش خصوصا وأنها نشطت مؤخرا عبر عمليات قصف لجماعات مسلحة لداعش تتواجد على الأراضي العراقية الجانب الآخر طبعا هذا ما يهم الجانب العراقي أولا هي الجانب الأمني ووجود دعم أمني وعسكري من قبل فرنسا أو غير دول أخرى موجودة في التحالف الدولي الجانب الآخر الذي تطرق له الوزير الخارجي الفرنسي وهو الأهم بالنسبة له من خلال هذه الزيارة هو الجانب الاقتصادي فرنسا تسعى لإيجاد موط قدم لشركاتها داخل العراق خصوصا بعد تفعيل مسألة الطاقة والكهرباء وإعادة إنشائها في العراق وحصول شركة سيمينز الألمانية على بعض العقود إضافة إلى الشركة الجنرال لذلك فرنسا تريد أن يكون لها دور في مجال إعادة الطاقة والكهرباء في العراق خصوصا وأن هذا الأمر يحمل المليارات من الدولارات إضافة إلى وجود شركات فرنسية طبعا حاضرة لأن تستثمر في مجموعة من المشاريع استراتيجية كالبناء وكالصحة حتى في المجال الثقافي كل هذه المجالات تريد فرنسا أن تدخل فيها عبر بوابة الاتحاد الأوروبي تارة وأيضا عبر بوابتها الخاصة تارة أخرى شكرا جزيلا لك محمد فاضل مراسل الغد ترجمة نانسي قنقر